لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أك رد بعقل أحبا نقمل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المسا مرحب بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة بين حلقات النقل أم العقل وأنوان حلقتنا النهاردة الرسول حي لم يموت عند ابن حجر إحنا شفنا في الحلقة اللي فاتت الشيخ علي جمعة وهو بيقول أنك تروح قبر الرسول وأنك تكلمه عشان يستغفر لك وشفنا فاتوى عطايا صقر مفتي الأزهر وطبعا الأزهر وعلي جمعة أشاعر بيقول أن حياة الأنبياء حياة حقيقية في الكبرهم والشيخ علي جمعة أكد لينا ليه أنت بتستغرب أن الرسول هو ما يتبس معك والسبك كمان قال أن حياة الأنبياء في الكبرهم مش هداء كحياتهم في دار الدنيا مش كده وبس لأ كمان الأشاعر بيعتقدوا أن الأنبياء أحياء في كبرهم يأكلون ويشربون ويصلون ويحجون ويتزوجون كمان والشيخ الألباني رد أن حياة الأنبياء حياة أرزخية ليست من حياة الدنيا في شيء وهنشوف مع بعض خلال الحلقة النهاردة هل النبي في كبره بحياة حقيقية بنبوة أم ليس نبيا أول كتاب هنروح ليه الحاول الفتاوي لجلال الدين السيوتي وبيقول كده إذا صح لنا هذا الأصل قلنا نبينا قد صار حيا بعد وفاته وهو على نبوته يعني إيه؟ يعني جلال الدين السيوتي طبعا أشعاري إزاي حي في حياة البرزخ وهو على نبوته؟ هيكون نبي المين؟ ده سؤال النبي حي في كبره وكمان على نبوته يعني ممكن كده نلاقيه شرع وهو ميت؟ ده سؤال أنا بسيبه معاكم وخلينا نشوف موقف ابن حجر من الموضوع ده ابن حجر بيتكلم في الأول عن النبوة من باب العسمة هنشوف أول كتاب سحي البخاري كتاب الركاق بصفة الجنة والنار يقول لنا كده الحافظ ابن حجر وقال عياد استدل بهذا الحديث من أجاز الخطايا على الأنبياء إلى أن يقول واختلفوا فيما عدا ذلك كله من الصغائر فذهب جماعة من أهل النظر إلى عسمتهم منها مطلقا يعني القضاعيات بيقول أن جواز الخطايا على الأنبياء لكن في جماعة بيقول أنهم معصومين حتى من الصغائر وفي شرح الحديث اللي جاي هنشوف أن ابن حجر بيأكد أن الأنبياء معصومين خلينا نشوف في سهيل بخاري كتاب التعبات باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة بيقول كده الحافظ وقد أشكل وقوع الاستغفار من النبي وهو معصوم والاستغفار يستدعي وقوع معصية وأجيبة بعدة أجوبة منها ما تقدم في تفسير الغين ومنها قول ابن الجوزي هفوات الطباع البشرية لا يسلم منها أحد والأنبياء وإن عصبوا من الكبائر فلم يعصموا من الصغائر كذا قال هو مفرع على خلاف المختار والراجح اسمتهم من الصغائر أيضا وطبعا الراجح ده ترجح ابن حجر بدون أي دليل إن الأنبياء معصومين من الصغائر في سؤال تاني مطروح هل الأنبياء معصومين أيضا قبل النبوة هنشوف ابن حجر في شرح الحديث اللي جاي بيقول فسحي البخاري كتاب مراقب الأنصار باب حديث زيد بن عمر بن نفيل ويقول لنا كده قد قال القاضي عياد في الملة المشهورة في عسمة الأنبياء قبل النبوة إنها كان ممتنع لأن النواهي إنما تكون بعد تقرير الشرع والنبي لم يكن عابدا قبل أن يوحى إليه بشرع من قبله على الصحيح فعلى هذا فالنواهي إذا لم تكن موجودة فهي معتبرة في حقه والله أعلم وهنا القاضي بيقول إن الشرع هو اللي بيحدد النواهي وبيبق إن الرسول كان معصوم قبل النبوة وهو كالممتنع عن فعل النواهي وهيأكد لنا في الحديث اللي جاي إن العسمة كمان واجبة خلينا نشوف العسمة واجبة فين في سعيل بخاري كتاب القدر باب المعصوم من عصم الله يقول لنا كده في فتح الباري وعسمة الأنبياء على نبينا عليهم الصلاة والسلام حفظهم من النقائص وتخصيصهم بالكمالات النفسية والنصرة والسبات في الأمور وإنزال السكينة والفرق بينهم وبين غيرهم أن العسمة في حقهم بطريق الوجوب وفي حق غيرهم بطريق الجواز يبقى شفنا إن الأنبياء معصومين حتى من الصغار وإن العسمة واجبة حتى قبل النبوة يبقى كده في عقيدة ابن حجر العسمة واجبة قبل النبوة وفي الحديث اللي جاي بيقول إن الأنبياء معصومين في المنام المنام المعنى في منام أنفسهم وقد يكون أيضا في منام غيرهم لهم خلينا نشوف فين في سعيل بخاري كتاب النكاح باب النظر إلى المرأة قبل التزويج فاتح الباري بيقول لنا وكأنه حمله على ذلك أن رؤية الأنبياء وحي وأن عسمتهم في المنام كاليقظة ويبقى هنا شفنا ابن حجر قال إن النبي حي في قبره وهو معصوم قبل نبوته ومعصوم في منامه ومنام غيره له وخصوصا إذا عرفنا إن ابن حجر يوم بحقيقة الأنبياء في قبرهم أي إنهم أحياء حياة حقيقية في قبرهم وأيضا هم أنبياء بعد موتهم ولعب العصمة المطلقة طب إيه المعنى أن يكون ظهور الأنبياء في المنام أيضا حقيقة لهذه الحياة الحقيقية فيه يكون النبي أيضا معصوم بالمعنى اللي هي ثبته الحديث اللي جاي في صحيح البخاري كتاب التعبير باب من رأى النبي في المنام يقول لنا كده أبو هريرة قال سبعة النبي يقول من رأاني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان به هنا طبعا شرح ابن حجر مهم جدا هنشوف الشرح بيقول إيه بيقول إيه ويوخذ من هذا ما تقدم التنبيه عليه أن النائم لو رأى النبي يأمره بشيء هل يجب عليه امتساله ولابد أو لابد أن يعرضه على الشرع الظاهر فالثاني هو المعتمد كما تقدم يعني ابن حجر بيرى أن الأنبياء قد تشرع في المنام ولما يقول لابد أن يعرضه على الشرع الظاهر بالنسبة له هو شرع الأشعرة طبعا حسب عقيدة الأشعرة طبعا طيب هل فعلا حصل أن الرسول شرع لحد في المنام عشان نعرف الموضوع ده هنروح للحديث الجاي ونشوف هل أمر الرسول حد في المنام في سعيل بخاري كتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء اسقحته يقول لنا إيه حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن أبيه قال سمات ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب يقول إيه وأبيض يستسقى الغمام بوجه سمالة ليتامة عسمة للأرامل وهنا أول حاجة ده أصلا حديث يعني ده أصلا مش حديث في البخاري ده عبارة عن إيه عن بيت شعر ابن عمر بيستشد بيه وكمان الأخطر إنه شعر الحد من الجهلية من عبد الأصنام هو أبو طالب قاله في محمد قبل حتى ما محمد ما يكون نبي والملفت للنظر إن ابن حجر ما كانش بيشرح حديث لأن البخاري ما جابش حديث نشوف ابن حجر بيشرح الشعر اللي قاله أبو طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمالة ليتامة عسمة للأرامل ويقول لنا كده الشرح بتاع الشعر يعني مش الحديث وروا ابن أبي شايبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن ملك الداري فقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد حلكوا فأتى الرجل في المنام فقال له ائتي عمر طبعا بغض النظر عن مدى صحة الحديث لكن ابن حجر استشهد بيه على أصل سيبت هو إن من رقاني في المنام فقد رقاني وفي الحديث ده واحد راح للرسول عند قبره وطلب من الرسول إن يكون فيه مطر لإن فيه جفاف في زمن عمر فالرسول جاله في المنام وقال له اذهب لعمر وفي الحديث توجيه من النبي لمن رقاه في المنام لإنه إنه يروح يذهب لعمر طبعا المنام عبارة عن طلب الدعاء من الرسول ليأتي المطر التوسل للرسول بشكل منامي هل ده نوع جدين من التوسل يعني توسل منامي طبعا بالنسبة لابن حجر هذا النوع جائز وعاقدته وعاقدة كمان عنده يعني زي ما شرحوا في الحديث اللي فات ويأخذ بيقولك ويأخذ من هذا ما تقدم التنبيه عليه أن النائم لو رأى النبي يأمره بشيء هل يجب عليه امتساله ولابد أو لابد أن يعرضه على الشرع الظاهر قالك إيه فالثاني هو المعتمد كما تقدم طبعا كلام ابن حجر نرد عليه بفتوى الابن تايمية في مجموة فتايمة ابن تايمية بيقول كده وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين يا نبي الله يا رسول الله ادعى الله لي اسأل الله لي استغفر الله لي إلى أن يقول وقد علم علم بالاضطرار والتواطر من دين الإسلام وبإجماع صلف الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب وعلى ما أنه لم يكن النبي بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعو الملائكة والأنبياء والصالحين ولا يستشفعوا بهم لا بعد ما ماتهم ولا فيما غيبهم ولا يقول أحد يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله اسألوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين يا نبي الله يا رسول الله ادعى الله لي اسأل الله لي استغفر الله لي اسأل الله لي أن يخفر لي أو يهديني أو ينصرني أو يعافيني طبعا ابن تيمية بيستشد أن ده إجماع أهل السلف أن عدم انتشفع بأي نبي مات أو يسأله في نصر أو رزق أو هدايا وطبعا كل ده أيضا لا يجوز مع الملائكة ولا الصالحين ودلوقتي هعمل ليكم ملخص لحلقة النهاردة احنا شفنا مع بعض خلال الحلقة أن جلال الدين السيوتي وهو أشعاري قال أن الرسول بعد وفاته ما زال حيا وعلى نبوته وابن حجر بيأكد أن الأنبياء معصومين حتى من صغائر وأن العزمة واجبة حتى قبل النبوة وأن الأنبياء معصومين في المنام المعنى في منامهم أنفسهم المعنى في منامهم أنفسهم وقد يكون أيضا في منام غيرهم لهم وممكن النبي حد يشوفه في المنام والنبي شرع لي وهو ميت وطبعا ده بناء على أنه حياة قبره حياة حقية وكل ده بيخالف في الأشعار أهل السنة وأن إجماع أهل السلف عدم يتشفع بأي نبي مات أو يسأله في نصرة أو رزق أو هداية وطبعا كل ده أيضا لا يجوز مع الملايكة ولا الصالحين تابعوني الحلقة الجاية عشان نستكمل حياة الرسول في القبر وأنتقل بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الجن يبقى ولعوبة بين عقل المساء